من هذه القضية ومن كل هذا الجدل حوالين قانون التظاهر ومن حالته للدستورية العليا ومن مصير شباب كتير شافوا أنهما شاركوا في صورة 25 يناير ثم يروا أن هناك من يحاول شيطنتهم الآن ويعتبرهم أطراف في مؤامرة شباب وقفوا أمام نظامين نظام مبارك ونظام الإخوان المسلمين وروا أن هذا ما حصدوا من هذا الأمر الذي لا يزال يتفاعل على الأرض إلى يوم آخر أو إلى أمر آخر ربما يكون مرتبط النهاردة بيوافق اليوم العالمي للديمقراطية يوم اخترتوا الأمم المتحدة ورأت فيه إحياءا لذكرى والنضال شباب بتقوم على أكتافهم تجربة الديمقراطية الشباب سنهم من 15 إلى 25 بيمثلوا الأغلبية في معظم دولنا وهم الوقود الحقيقي لمعركة النضال في سبيل الديمقراطية نشاهد مصطلح يمثل قيمة معبرة عن إرادة الشعوب الحرة في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية حولته القوى العظمى إلى محور للصراع الدولي حتى صار مبررا لغزو بلدان بدعوى الإطاحة بدكتاتوريتها إنه مصطلح الديمقراطية التي يحتفل العالم اليوم بها واعتبرت الأمم المتحدة الشباب شريكا أساسيا في صناعة ديمقراطية هذا العام أبرز زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي خاصة وأن الفئة العمرية بين 15 و 25 سنة تشكل خمس سكان العالم وتحيا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل وتعزف غالبا عن المشاركة السياسية رغم إنجازها في بلدان العالم العربي وتمثل الديمقراطية حقا مكتسبا للشعوب يجب أن يكون نافذا في دستير الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العالم العربي وبعد ثورات أطاحت بأنظمة وتجددت موجاتها لتصحح مسارتها يبقى الأمل لدى الملايين في الحصول على حقوقهم الكاملة في التعبير والتنظيم وإدارة الشؤون العام والرقابة على المال العام بجانب التعليم والصحة والعمل والخبز والسكن وغيرها فهل تشهد هذه البلدان قفزات اقتصادية تنعكس على مجتمعاتها أم سيظل الصراع على تحقيق الديمقراطية سياسيا لنعكاس له على حياة المواطنين